يرى أن النادي الأهلي قد أفضل مستوى أداء في عهده عندما كانت صفوف مكتملة مشيرا أن فريقه يواجه ظروفا صعبة لا يود الحديث عنها بسمرار لكنها الحقيقة التي يتغافلها البعض عندما يقيم أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وقال البدري الخسارة من حرص الحدود بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة للدوري صعبة بالطبع لكننا أغلقنا هذا الملف وبدأنا التركيز في لقاء أمبي الأحد المقبل في الجولة السابعة للدوري وتابع سنخود مباراة أمبي في ظروف صعبة ويكفي أن التمن لعيبة من الأهلي سيلعبون مع المنتخب مباراة ودية مع قطر بالدوحة يوم الخميس المقبل ويعضون المشاركة مع الفريق أمام أمبي في حين أن الفريق بترول لا يوجد بها أي لعب المنتخب في ودية قطر معلش يا كابتن حسان أنا مش عايز برضو إيه يعني أنا عايزين نشوف أن ريال مادريد وبرشلونة بيلعبوا ماتش وبعدها بثلاث تيام بيسافر برشلونة ويلعب ماتش يعني وبعد كده بعدين هل تلاث تيام ريال مادريد هيلعب بكرة مع منشستة في انجلترا فجماعة مش عايزين وإحنا بقلنا 940 ألف سنة مرتحين ومفيش إجهاد ومفيش أي حاجة ففكرة المباراة وبعد كده مباراة قطر يعني مش قاتلة واللعيبة الأهلي هيلعبوا الماتش كله يعني لا لكن فكرة نادي الأهلي ناقص 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 ثلاث لعيبة حد يقول لي لا ستة ما قدرش ما حسبش محمد ناجي جده ما حسبش أحمد فتحي ما حسبش محمد أبو تريكا دول معارين يا جماعة دول معارين دول بره النادي الأهلي دلوقتي ومحدش ضم إن هم ممكن يرجعوا ولا هم معارين ومفروض يرجعوا بس ممكن ناجي جده يتباع لقال ستة طب افرد ما رجعش ناجي جده افرد ما رجعش أحمد فتحي افرد ما رجعش أبو تريك ولو رجع أبو تريك على مستوى نفس المستوى اللي كان قبل ما يسافر النادي الأهلي لا فيه مشكلة فيه مصابين حسام غالي طب حسام غالي عنده صليبي ومفروض يرجع بعد أربع شهور طب إيش ضمن كانت حسام إن حسام غالي ممكن يرجع على المستوى على طول مفضل له أربع شهور ممكن لازم بقى يتدرك في المستوى وفرمته اللي هو كان عليها في مطش الترجي لا يمكن ترجع كده على طول بعد الإصابة ده ممكن بعد الإصابة بعد ما يلعب على أقل شهر شهرين عشان يبتدي أستعيد سبعين في المائة من المستوى دي احنا كنا لعيبة كورة يعني وفاهمين الكلام دوت ولكن في النهاية برضو كابتن حسام بدلي كان ماسك أمبي في يوم الأيام وكسب الزمالك وعمل مرشات كويس ما كانش عنده لعيبة النادي أهلي ولعيبة النادي أهلي موجودين دول فريق محترم جدا أجمد من أمبي وأجمد من الحرس حتى من غير اللعيبة لكن هزيمة 3-0 من وجهة نظر كان فيه أخطاء في المباراة دي وكان اللعيبة مش في مستواهم في هذه المباراة الكاميروني بويا طلب التعاقد مع النادي